بسم الله الرحمن الرحيمي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ما صارمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة سيكي سعدوا أتكلم أن نقرأ تتكى مسؤال بركة قرأ تتكى نميكي بياني أكا ما نونن هديسان رياض صالحين ما نقصت صدقت من مال وما زاد الله عبدا بعفوين إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم وعن أنسي رضي الله عنه أنه مر على سبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لتأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري وعن أبي رفعه تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها سيانة أبي صلى الله عليه وسلم يا بس كنتوني يا برهدبسا أكزو ما سدواتا كجيرا زونا يدنجا كويتني أبند الله كويتشي بايني أكما كويتني يكو ما إزوى هدبسي رواه مسلم مسلم نيرا وعن أنسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذا وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامر أن تسلت القصة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم مسلم نيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاه على قراريط لأهل مكة رواه البخاري رويت وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رويت أبو هريرة أبو هريرة قال أنه صلى الله عليه وسلم ينجي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ أولا تكاد تسبق فجاء عربي على قعود الله فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري باب تحريم الكبري والإعجاب قال الله تعالى تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين حسنًّ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَةً وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونِ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٌ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٍ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبُرُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ الْكِبُرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ الْنَّاسِ رَوَاهُ مُسْلِم وَعَنْ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ 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 رَوَاهُ مُسْلِم وَعَنْ حَارِثَةَ بِنِ وَهَبِرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُولٍ جَوَّاضٍ مُسْتَكْبِرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ فَقَالَتِ الْنَّارِ فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِيَّ دُعْفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِ لَيْكُمَ عَلَيَّ مِلْءُهَا سِيَ اللَّهُ مَنْ أَوْ كَالَتِ الْجَنَّةُ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا متفق عليه وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَاِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَعَاِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العِزُّ إِذَارِ والكِبْرِيَا أُرِدَائِ فَمَنَّازَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِّنَا هُمَا فَقَدْ عَذَّبْتُهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلت تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجَّلٌ رَأْسُهُ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ متفق عليه وَعَنْ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينِ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَن باب حُسْنِ الْخُلُق قال الله تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا متفق عليه وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال مَا مَسِسْتُ دِي بَاجَنْ وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُ أَطِيَبُ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا قَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَشَرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي قَطُّ أُفْ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا نَا يَوَا نَوْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِدِمَاتَ شِكَرَ وَكُومَ بِتَبَتْشِي مُنْ وَتَكَلْمَا مَرَكَوْ بِتَبَتْشِي مُنْ مِيَسَا كَيِّ كَذَابَةً مِيَسَا كَيِّ كَذَابَةً متفق عليه وَعَنِ الصَّعَبِ بِنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًا فَرَدَّهُ عَلَيْ فَلَمَّا رَأَ مَا فِي وَجْهِ قَالَ فَلَمْتَفَقُونَ عَلَيْهِ إِنَّا لَمْنَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا لِأَنَّا حُرُمُ فَلَمْتَفَقُونَ مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ وَعَنِ النَّوَّاسِ بِنِ السَّمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ وَالْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ لم يكن رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِشًا وَقَالَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِيَ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْقَلَ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقُ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِي فَرَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ فَقَالْ تَقْوَ اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقُ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْنَّارِ فَقَالْ أَلْفَمُ وَالْفَرْجُ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَنَا إِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ رَوَاهُ أَبُوْ دَوُدِ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا زعيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقَّ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحَ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٌ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثَّرْفَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَدْ عَلِمْنَ الثَّرْفَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ قَالَ حَدِيثٌ حَسَّنُ قَالَ حَدِيثٌ 아닌َ للنظر اَسْتَكَبْءَ كَالَعْلِمْ مُتَكَبْعِضُ قَالَ ترجمة نانسي قنقر